صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بأنه نظراً للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد فإن مجلس أماناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار وذلك يوم السبت القادم الموافق الأول من يونيو بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وأوضح المنصق العام بأن جدول أعمال الاجتماع ستضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة وأضاف رشوان أن جدول الأعمال ستضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار كما سيتم متابعة وتقييم لجاني وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها واختراح الجدول الزمني المناسب لمناقشاتها ترجمة نانسي قنقر